اشتركوا في القناة وثلاث ذهبيات على المستوى الفراق لواصل اتحاد الرعاب القوات اللغة والمشاركات الخارجية ويضيف انجازا جديدا لمملكة البحرين على المستوى العربي سجل الاتحاد البحريني للدفاع عن النفس انجازا جديدا يضاف الانجازاته السابقة وذلك بتحقيقه والميدالية للبحرين في البطولة الاسيوية للمصارحة الرومانية المقامة حاليا في العاصمة التايلندية بانكوك حيث احرز المصارح محمد عبد الفتاح الميدالية البرونزية بتحقيقه المركز الثالث تغلب فريق داريك ليب على نظيره الاهلي حامل لقب بطولة العامين الماضيين وذلك في المبارات الأخيرة لهم في الدور التمهيدية لدور درجة الأولى للكرة الطائرة حيث انهى داريك ليب المواجه لصالحه بثلاثة يشواط دون مقابل يحتل بذلك الفريق المركز الثاني بالترتيب العام للمسابقة متقدما على الاهلي صاحب المركز الثالث اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر